السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هاد الفيديو رح نبدأ في شرح الوحدة الثالثة me and the scientific world انا والعالم العلمي لسنة ثالثة متوسط في هاد الفيديو رح نشرح ونحلو مع بعض تمارين صفحة 84, 85, 86 و 87 من الوحدة الثالثة نتمنى ان شاء الله هذا الشرح مع الحلول يفيدكم المهم انكم تفهموا الشرح الحل يبقى حاجة اضافية اذا نبدأ وعلى بركة الله بسم الله I listen and do رحين تستمعوا وتعمروا التمارين هنا بعد ما تستمعوا في القسم من الاستاذ حول محادثة لدكتور برويس رحين تعمروا identity card انتعوا identity card هي بطاقة التعريف انتع اي شخص اذا identity card انتعى الدكتور برويس هي فيها first name surname date and place of birth father's occupation العمل تعبابه mother's occupation العمل انتعيمه primary ولا middle ولا high school اللي قرأ فيها الاسم التعيئة الابتدائي والمتوسط والثانوي اللي قرأ فيهم الدكتور برويس هذا كامل تخرجهم من الاستماع ركزوا مليح ثم عدنا undergraduate studies اذا اهنا التخرج انتعوا وشهادات انتعوا عدنا university of telemsan ابو بكر بالقايد والدغري كان عنده bachelor of engineering اذا الانجينيرين عفوا هي الهندسة بانواعها عدنا post graduated studies university the degree year degree one and degree two وليار والفايل of study الجميع اللي قرأ فيها والتخرج الاول وش ما العام كان في وش تخرج والثاني ايضا والمجال تعد دراسة انتعوا وهذا كامل identity card انتعى الدكتور برويس تعمرهم من خلال الاستماع هنا كل حاجة نقروها نحلوها مع بعض شوفوا معي عدنا professional experience الخبرة اللي اكتسبها الدكتور برويس في حياته name of company الشركة اللي كان يخدم فيها occupation وش يخدم فيها والسانة اللي كان يخدم فيها هنا رايحين تخرجوهم من الاستماع اذا هنا شوفوا معي الجواب تعهد الشرح والثامنين ثم ننتقل الى الموالي اذا هنا عدنا عبد الرحمن first name برويس surname لقبه date of birth 1988 in Tillimsan father's occupation can a mechanic mecanique وmother's occupation كانت housewife يماه كانت a housewife ربت منزل والprimary والmiddle والhigh school التعقرهم كامل في Tillimsan نوصلوا مع بعض اذا post graduated studies university of Tillimsan والdegree كان عنده master's degree of engineering master في الهندسة في عام 2009 وفي عام 2014 phd in telecommunications زاد ادد الشهادة انت الاعلام والاتصال وفايلد اوف ستادي دائما مجال الدراسة انتعو كان في الهندسة engineering في الهندسة ثم professional experience الخبرة انتعو في حياته ان نخدم في الجغي تليكام الاكيوبيشن انتعو كان اكيوبيشن كانت engineer and researcher كانت مهندس وباحث في عام 2014 في الجغي تليكام اذا هذه هي identity card انتعو دق نروحوا للتمرين الموالي I play the role of dr. برويس and answer my partner's interview questions using the information in the identity card نارحين ناخدو المعلومات الموجودة في identity card تاعد dr. برويس ونسقصو اسئلة وانت وزميلك واحد فيكم راح يكون dr. برويس انت تسقصيه هو ايه جاوبك how old are you dr. برويس ومبعد هو ايه جاوبك where were you born what is your father's occupation where did you graduate and when did you get your phd and what is your occupation now هدو كامل من خلال identity card انتعو دكتور برويس نجاوبوا عليهم مع بعض نشوفوا معايا هنا how old are you dr. برويس i am 29 years old where were you born i was born in تلمسان what is your father's occupation he is a mechanic ولا a mechanic طول ولا mechanic where did you graduate هنا where معنتها المكان ات ابو بكر بالقايد university in تلمسان when did you get your phd in 2014 what is your occupation now i am an engineer and a researcher هو باحث ومهندس في نفس الوقت انتقلوا الى الصفحة الموالية هنا الهدف انتعنا هو انكم تفهموا الوحدة على واش الدور ماشي بش نسهلو لكم الحلول ولكن الصح في الفهامة اوكي هنا لي متبلوش الصفحة يفتح الكتاب انتعو في الصفحة الموالية هنا راحين تستمعوا الى محادثة ما بين between the Algerian scientist and inventor proof حبة and the Algerian researcher دكتور بالقايد and complete the dialogue bubbles هنا راحين تستمعوا الى interview ما بين العالم الجزائري والمخترع الدكتور حبة بالقاسم حبة والباحث الجزائري الدكتور بالقايد اذا هنا راهم كينين محادثات رايحين نعمروا احنا الفراغات الموجودة في هذه المحادثة بين العالمين الجزائريين بين العالمين عفوا وليس العالمين العالمين الجزائريين اذا نشوفوا معي الان الفراغ كيفاش عمرناه نقرأ امعابا كي كما القرأتو عيطتو شركة يابانية رح لليابان وقعد ثم ست سنين كان يخدم على تطبيق لليزر التكنولوجي للميكرو إلكترونيكس اللي هما الحاجات اللي يكونوا رقاق بزاف في الإلكترونيك ومبعد كان عايش ثميك ومبعد رح يخدم في المنيتوريزيشن وهو كل حاجة صغيرة في التكنولوجيا كما لكاخت ماغ لكاخت ميمواغ لابوس هذوك الصغار كامل الحاجات الرقاق كامل في الإلكترونيك ومبعد رح خدم في شركة واخدوا خراف في المنطقة الهدف انتحهم كانهم يخدموه تليفون محمول صغير كان بكرير تليفون شتوش حال كان كبير ومبعد صغروا فيه وداروه أشكال وألوان الهدف انتحهم ونعرف أنه إذا نستطيع أن نجعلهم صغير سيكون أكثر ومبعد صغروا في الهاتف النقل صغير وبأشكال مختلفة قالوا على بنا باللي كين صغروا فيه راح تطلع نسبة المبيعات إذن الدكتور بالقاسم حبا خدم في جابين ومبعد راح للمريكان وهو الآن عالم كبير في الغربة نروح ونشوفوا الآن الدرس والحل الموالي كاملوا مع بعض تطلع الهاتف النقال the monetization of cameras the monetization of memory chips بطاقات لقاقات الحافظة كما لقاقات ماء the monetization of console games playstation 2 and 3 كانوا يعاملوا على تصغير اللعب لل playstation والذي design and development of console games playstation 2 and 3 والذي كانوا يخدموا على تصميم جديد لل playstation 2 and 3 وشنوهما اللي كان يخدم عليهم الدكتور بالقاسم حبة نشوفوا معابا الاربع اختراعات اللي كان يخدم عليهم بالقاسم حبة the monetization of mobile phone chips and mobile phone and cameras كانوا يخدموا على تصغير رقاقات الهاتف النقال وعلى الهاتف النقال وعلى الكاميرا the design and development of console games playstation 2 and 3 وكانوا يخدموا على تصميم وتطوير playstation 2 and 3 لحلة جديدة ويطوروا فيه اكثر واكثر في التمرين الموالي هنا عدنا مجموعة من الكلمات رايحين بعد ما تستمعوا الى الانترفيو بين الدكتور حبة and بالقايد بغدادي دكتور بغدادي الان رايحين تربطوا كل شيء علمي كل جهاز علمي ولا كل تصنيع علمي من هذا الجهة عدنا chip memory chip memory memory stick عدنا flash disk وعدنا flash driver the pen drive الى غيرها وعدنا smart card البطاقة الذكية وعدنا memory card وال playstation تربطوا كل واحدة بالتعريف انتحها from one to six من الرقم واحد الى ستة ثم عدنا ايضا هنا مجموعة من الصور لبعض memory card عدنا كهت ممواخ flash disk بطاقة الشفاء وغيرها تربطوا كل صورة بالاسم المناسب لها هذين التمرينين سهلين رح نربطوا فقط شوفوا معا اذا هنا the chip or microchip هي a very small piece of semiconductor especially in a computer that contain extremely small electronic circuits and devices and can perform particular operations هي قطعة صغيرة جدا نلقوها خاصة في computer تحتوي على معلومات كبيرة وعلى قطع الكترونية بزاف memory chip small piece of electronic equipment that store computer data memory chip هي بطاقة التخزين تخزن معلومات الكمبيوتر memory stick ولا flash disk وهذا اللي نعرف هم احنا ya flash drive usb stick and pen drive small piece of equipment that you connect to a computer or other piece of electronic equipment to copy and store information هو بياسة صغيرة لسقوها في الكمبيوتر ولا في اي جهاز باش نديو نعمرو فيه ولا نحيو منو معلومات smart card a small plastic card with a microchip that is used to make payments and to store personal information and can be read when connected to a computer system هي بطاقة صغيرة small plastic card بطاقة بلاستيكية صغيرة نستعملوها باش نخلصو بها ولا فيها معلوماتنا الشخصية ونقدرو نستعملوها باش نقرأ وش فيها كنديروها في الكمبيوتر memory card a device for storing information in computers mobile phone digital cameras هنا الميموري كارد هي لكاخت مموار والبلاي ستيشن هو a machine that you used to play games on your television هو آلا نستعملوها نلعبو بها الألعاب في التلفز وعدنا التمرين الأخير إذن كل صورة ربطناها مع التسمية الأول انتحا عدنا الأولى اللي هي memory stick number two chip رقاقة ونumber three هو playstation number four memory card ونumber five هي smart card البطاقة الذكية ولا البطاقة تأكل شخص إذن هذا هو الشرح والحلول نتمنى إن شاء الله إفيدوكم نتلاقاوا في مواضيع أخرى إن شاء الله ابقوا على خير والله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر